السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم السبت ثلاثة شباط فبراير القمر اليوم موجود في برج العقرب ورح يظل موجود في برج العقرب لغاية الساعة ستة وسبعة وعشرين دقيقة من صباح يوم الأحد لينتقل القمر بعديها لبرج القوس القمر اليوم موجود في برج العقرب في منزلة القلب وهي منزلة للظفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة معني تقريبا تنتين وتسعة عشر دقيقة عصرا من عصر اليوم السبت لينتقل القمر بعديها لمنزلة الشولة وهي منزلة للظفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما أنه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا الوقت ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا من حب يا ابن كره يا ابن اتقرب يا ابن بعد يا ابن تواصل مع الغير يا ابن اقطع العلاقات يعني ما في عنا حل وسط في الأمور وبيلعب الجنس دور مهيمن في حياتنا نحن بحاجة للتحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد خاصة للأشخاص اللي بيعانوا من مشاكل أو ضغط عاطفي لأنه ممكن ينفجروا في عند أي مواجهة أو كلمة أو انتقاد في أي شخص بيعترضهم يمكننا الاهتمام فيما يتعلق بشركات التأمين أو الضريبة أو البنوك أيضا هذا فترة مناسبة لقراءة رواهي أو مشاهدة فيلم مغامرات أو اتخاذ قرار مهم وشراء منزل أيضا بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التقابل سلبية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و54 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ابتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني يفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك ابتجعلنا سريعين التأثر وعاندين وغريبين الأطوار وبتعرضنا التغييرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف وبتدفعنا للعلاقات العابرة اللي ممكن يتعرضنا للفراق أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هذه الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 4.42 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيج بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للإهتمام بصحتنا أكثر بتزيد من شجاعتنا وحماسنا وهذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون هذه الزاوية رح تكون الساعة 10.42 دقيقة مساء بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخاص بأبيق والحدث عليه فأن أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل وهذا وقت مناسب للراحة برضو بتزيد من حساسيتنا ورومانسيتنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال اللي تتعلق بالمسرح والروحانيات بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم عنا الأعضاء التناسلية المستقيم الشرج الإحليل الغداد التناسلية المبايد البروستاتا عظم العانى والجينات هذه الأعضاء هي الأكثر حساسية طبعا إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي لازم أن نراجع الطبيب هذا اليوم مناسب لأخذ علاج أو مراجعة أو فحصات ولكن عمليات جراحية لهذه الأعضاء لا ما بنصح فيها باقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة يعني يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم وهذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج العقرب كله المسار القادم سيكون الساعة 23 و24 دقيقة من صباح يوم الأحد بيبدأ وبيستمر لغاية الساعة 6 و27 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعديها في برج القوس أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الحسار المربع عمره 23 يوم في تمام الساعة 11 و16 دقيقة مساء بيصير 24 يوم نسبة الإضاءة 40% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطبع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم 19-2 منتحس بنسبة 60% الآن في ساعات العصر بيصير منتحس بنسبة 40% القمر في العقرب حتى يوم 4-2 منتحس الآن بنسبة 10% ساعات الصباح سعيد بنسبة 45% عطارة في الجدي حتى يوم 5-2 سعيد الآن بنسبة 15% ساعات الصباح منتحس بنسبة 10% الزهرة في الجدي حتى يوم 16-2 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجدي حتى يوم 13-2 سعيد بنسبة 60% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% وأورانوس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدلو حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مصدر وشراكة أو تعويض مكسب مالي ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية إبي تغير الوضع لصالحكم مع شرط التحليب الليوني والدبلوماسية بتكتبعدوا عن العصبي قدر الإمكان وخصوصا في التفاوض فممكن ترطر لتقديم التنازلات أو تصحيح الأخطاء أهم شأنك تتقبل أراء الآخرين بدون تحفظ ممكن اليوم تنشغل بمعاملة أو ملف برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم القمر موجود مقابلكم فبتكون تحافظوا على هدوء أعصابكم ونورة صوتكم وما تعرضوا لقاءكم للفشل تحمل هاي الفترة نوع من أنواع التوتر لأن طاقتك ضعيفة فعشان هيك بتشعر ببعض الضغط لازم أنك تحذر من القصام وما تحادي أحد اتجنب الخلافات كليا لأن خصمك قوي وطباعك ما راح تكون هادئة برج الجوزاء بالنسبة لمواليد برج الجوزاء طبعا بتكون تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم وعملكم أيضا وخذوا قصد كافي من الراحة يعني ما راح ترتاح كثير لصير بعض الأمور الروتينية بالرغم من كثافتها لأن الأعمال راح تتراكم وإذا ما ركزت بشكل جيد وأنجزت الأعمال المهمة فرح يصير فيه بعض التعطيل فعشان هيك بدك تراعي ظروفك الصحية والعملية وتعيد ترتيب الأوضاع لا تتحسن الأوضاع برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بتتشتازوا يوم إيجابي بيبعث على البهج والإنشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا وبعطيكم فرصة مناسبة لتحقيق إنجاز أهميش إنك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من المسؤوليات مع الأحبة ومع الأبناء الأجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام ويعتبر من أجمل أيام الشهر وأكثرها حظا فعشان هيك ما لازم إنك تضيع بعجة هذا اليوم من إيدك برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغيروا سكنهم أو يميلوا للتقارب مع أفراد العادة العائلة أو مديد العون لإلهم أهميش إنك ما تسمح لبعض الالتباسات العائلية أو الشخصية بأنها تأثر على استقرارك ممكن تنهمك بحل مسألة عائلية أو شخصية أو ممكن شوي تكون قلق بسبب عطل منزلي أو حدث عائلي أو ممكن تتذمر لأقل إشارة بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشط اليوم في الدراسة والسفر والاتصالات ويعتبر هذا اليوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولا تعزيز العلاقة مع أخ أو جار ممكن تقوم ببعض المفاوضات الحثيثة والمفيدة وبتقدر تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة وبتتميز بسرعة بديها وخاطر عالي جدا والقدرة على إيجاد الحلول حتى على المستوى العاطفي الأجواء ممتاز جدا للتواصل مع الأحبة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم والفرصة متاحة للحصول على مال بيكون هذا المال على الأغلب من عمل إضافي وبتتحسن المعنويات وبتقوى الثقة بالنفس بتختفي الهموم وبتطمئن هواجزك وظف أمورك وأموالك بشكل حكيم ممكن تحصل على ربح من جهة أجنبية أو غريبة أو نوع من أنواع الدعم من جهة ما برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنتو اليوم عندكو نشاط وحيوية بشكل كبير لدرجة أنه بينجذبلكو أفراد من الجنس الآخر بإمكانكو برضو تبادروا لخطوة جديدة تدعم من مركزكم الاجتماعي بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة كما كانت مش غل فكرك أو حابب أنك تبدأ فيها تتلقى إشارة أو خبر أيضا هذا اليوم بتنتعش العواطف وبتزدهر اللقاءات وممكن تتلقى مفاجأة يعني تدخل السرور لقلبك أو حدث كبير برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هذا اليوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر موجود في بيت المتاعب عدم موجود أي مخاطر حاولوا أنكو تنجزوا ما بوسعكم من العمل الضروري بشكل روتيني حاولوا أنكو تأخذوا قسطه من الراحة من وقت لآخر ابعدوا عن المغامرات وعن الرهان على الحظ ممكن يتعاني من تراجع في الأرباح والمعنويات والحيوية أهمي شنك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحضوظ برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية بمساعدة صديق فهي فترة مميزة للتحالف والتعاون ولا المشاركة الفعلية واقتناس الوقت المناسب لإعلان رأيك ولا الحصول على موقع معين حاول أنك تتفاعل مع المسؤولين بمرونة وحاول أنك تنجز أعمالك وما تتهرب وما تخال في القوانين أيضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل أو تحسين على طبيعة عملهم وبرضو بتنجحوا في إثبات جدارتكم وليل رضا المسؤولين حافظوا على هدوكم حاولوا أنكوا مثيروا المشاكل اليوم أي فترة مهمة بتمتحنك حاول أنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء حافظ على رصانتك وتمسك بمسؤوليتك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم تركيز كله على الاتصالات الخارجية أو مع جهات أجنبية أو أشخاص خارج البلاد وبرضو ممكن يصلكم خبر من خارج البلاد أو من بعيد أو تشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم وهذا اليوم مناسب لإجراء مقابلة أو امتحان تستعيد حماستك وتنطلق في تنفيذ خطة أو فكرة جديدة كمان وممكن اليوم تتلقى إشارة أو خبر سار كنت بتنتظره من فترة طويلة هاي الفترة نشطة جدا وبتشكل محطة للانطلاق بورشة جديدة وأيضا المسائل العاطفية له دور كبير هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء